افتتحت في جمهورية مصر العربية أعمال المؤتمر الدولي الكاثوليكي لمرشدات الشرق الأوسط لعام 2019 بمشاركة مرشدات من الأردن ومصر وسوريا ولبنان تحت شعار اختر السلام وقد تخلل اليوم الأول للمؤتمر الذي استمر أربعة أيام قداس احتفالي ترأسه قدس الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للفريق الكشفي وكاهن راعية اللاتين فلسماكية التابعة لمحافظة الكرك جنوب الأردن كما تقرر تعيين السيد عمر حمدي مديرا للإقليم الكشفي العربي وتعد مشاركة الوفد الأردني ضمن التنصيق المستمر مع الإقليم الكشفي العربي